سنت الحكومة الجزائرية رفضها الشديد لتوجيه القضاء السويسري استدعاء جديدا لوزير دفاعها الأسبق خالد نزار على خلفية اتهامات بممارسة التعذيب وحذرت الحكومة السويسرية من أن هذه القضية قد تضر بالعلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تدهور غير قابل للإصلاح إذا متبعنا الكرام بعدما تم الإعلان رسميا عن هلاك المقبور الجنرال الجزائري خالد نزار بدأت التساؤلات تطرح حول احتمال اغتياله من طرف شنقريحة والسبب هنا متبعنا الكرام علاش بدأت تطرح هذه النظريات وهو أن خالد نزار كان يتحاكم في سويسرا بسبب الجرائم في العشرية السوداء والمحاكمة كانت يتبدأ بعد أيام قليلة فقط الشيء الذي يجعله بطبيعة الحال يربط ما بين المسألة المحاكمة وما بين الفرضية ديال اغتياله من طرف شنقريحة باش ما تسربش المعلومات حول مجموعة من الأمور اللي كتهم النظام الجزائري من بين هالأمور اللي متورط فيها شنقريحة بشكل شخصي لكن ما يهمونا أيضا متابعنا الكرام وهو أن المقبور خالد نزار كان من بين المؤسسين لعقيدة العداء ضد المغرب وكان طبيعة الحال من بين الداعين إلى الحرف ضد المغرب ومن بين الداعين بقوة لمرتزقات البوليزاريو في نهاية المطاف المصير دياله هو المصير ديال لهلك المقبور بوتفليقة وبوخروبة والقدافي وما جاورهم من هذا الشخصيات اللي كانوا يحرضوا ضد المغرب ويكونون العداء ضد المغرب ويعملون ليلة لهار من أجل تقسيم المغرب في نهاية المطاف طبيعة الحالة الصحراء وراكة بقى مغربية وهذا وراك يموتوا واحد بواحد نرجعون للموضوع متابعنا كرام المسألة ديال محاكمة خالد نزار كانت سوف تكشف العديد من الأسرار ديال النظام الجزائري وديال الكبرانات لحكمنا الآن من بينهم شنقريحة الأمر اللي يعطي سبب بالنسبة لشنقريحة باش أنه يقوم باغتيال خالد نزار خصوصا أنه كان في حضيرات الجزائر هوليكا في العاصمة الجزائرية طبعا لحدكم عارفين طالما أنه في حضيرات الجزائر فشنقريحة قادر على أنه يوصل له بكل بساطة تماما كما حدث مع الهالك المقبور قايد صالح لقام شنقريحة باغتياله باش ياخذ المكان ديالو وياخذ المنصب ديالو فهذه المسألة المتابعين الكرام ما زال غادي نشوف العديد من الأشياء اللي غادي توقع في حضيرات الجزائر لأنني كما أقول دائما كل ما كتقرم الانتخابات الرئاسية في حضيرات الجزائر إلا وكوقع الكوارث وكوقع هذه الاستضامات ما بين أجنحات الحكم في الحضيرة نخليكم طبيعة الحكم نقشوا هذه المسائل في التسعليقات وأراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر